اللي يختاروا الشركة القبرصية لتنفيذ هذا المشروع كاسر الأموات بسنة 2012 منه كان هناك ومنه مسؤول عن توقيع هذا العقد هذا العقد أحيلت له لشركة القبرصية بدون النظر بالتصاميم وبدون النظر ليش لأن أرض العراق أرض الميناء الفاو أرض سفنجية قابلة إلى الهطول طينية شبه إسفنجية من يخلي كاسر أمواجه هذا الكم الهائل من الأطنان ملايين الأطنان من يخليهن في مكان قابل لأن ينضغطا ويهبطا هبطت وتلف عدة أكثر من كيلوين من هذا الكاسر الأمواج وحمل الحكومة العراقية في حين لو كان عندنا رصانة نحن ليش ذهبتوا لهذا الموضوع ليش موجدتكم شركة هي عرضة خدمات وقالت لكم آني شركة صينية واضحة عرضها وقالت لك آني أنطيكم 95 رصيف وأنطيكم الكاسر الأمواج وأنطيكم كل ذني أنطيكم إياهن وبعدين سددوني لمدة عشرين سنة بعشرين سنة هي ضامنة لكل خطأ فني يحصل بالمواجهة رأيك شنو اللي يدفع المسؤولين بالذهاب بالخيار الأول بدلا من الخيار الثاني لا جواب سوى أنها قضايا فساد أبدا لا يعني ما نزهها عن بعض يقول لك لا الشركة القبرصية أيضا مقصرة كانت تتحجج أنه ما تقدر كانت أيام داعش ما تقدر تستقطب عماله وأعداد كافية لتغطية هذا المشروع بسبب الوضع الأمني هذا ليس صحيح ليش وين الوضع الأمني بالفاو أقصى جنوب العراق قضاء الفاو ناحية الفاو قضاء الفاو أقصى جنوب العراق ما يمنع إرهاب ولا شافه ولا طيط طلقة مثل ما يقولون بها المنطقة إذن شنو المنع الشركة من أن نجيب العمال الكافية لتغطية القضايا حججها هي وركاكة ببنود العقد سمحت للقاضي الأمريكي وغير القاضي الأمريكي مثل ما قاضتنا المحاكم المصرية على شركة خطوط وكيل مع شركة خطوط جوية قاضانة بمليار وكسر على شنو مليار وكسر دولار مصري هو وكيل لشركة خطوط همو مو شنو الموضوع خلاصة غيرها وغيرها